كما عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لاستعراض المخطط التفصلي المقترح لتطوير منطقة جنوب القاهرة التاريخية وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي استكمالا لاجتماع سابق شهد عرض رؤية الخبراء حول مقترح تطوير القاهرة الإسلامية ويهدف إلى استعراض المخطط التفصلي للمنظور المقترح للتطوير لفتا إلى أن هذه المنطقة تحظى بأهمية بالغة ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق التاريخية والأثرية مؤكدا أن هناك حرصا شديدا على أن تتم عمليات التطوير وفق منظور متكامل يراعي كافة الأبعاد التاريخية والتراثية والديمغرافية وسيحية اشتركوا في القناة